أي خلل يصيب الغدة الدرقية فهو بلا شك سيؤثر على صحة الجسم والأعضاء عند القيام بوظائفها لكن كيف يمكننا أن نعرف علامات وجود أي خلل في الغدة الدرقية سواء تضخمها أو خمولها أو حتى فرط نشاطها هذه المعلومات سنتعرف عليها في هذا الفيديو من معرفة وأكثر الغدة الدرقية هي التي تقع في المنطقة الأمامية من الرقبة أمام القصبة الهوائية وهي مسؤولة عن إنتاج هيرمون الثيروكسين المسؤول بدوره عن النشاط الأيضي الأساسي للجسم تنتج وتفرز هذه الغدة الهيرمونات التي تتحكم في عملية التمثيل الغذائي في جسدك وهي العملية التي يحول بها جسدك الغذاء إلى طاقة إذ يحترق الغذاء فيتحول إلى سعرات حرارية تنتج الطاقة وفي هذا الفيديو سنتحدث عن أبرز العلامات المبكرة التي تؤشر لوجود اضطرابات في الغدة الدرقية وأفضل الحلول الطبيعية التي تحدث عنها عمالقة التغذية العلاجية في عالمنا العربي والإسلامي أعراض الغدة الدرقية التي تؤشر لوجود خلل فيها الشعور بالتعب المستمر وانخفاض الطاقة في حالة استمرار الشعور بالتعب صباحا أو على مدار اليوم حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم فهذا يدل على خمول الغدة الدرقية حيث أن هيرمون الغدة الدرقية يتدفق عبر مجرى الدم والخلايا ليساعد في الشعور بالنشاط والحيوية وقوة العضلات اختلاف المشاعر النفسية والتوتر عندما يكون مستوى هيرمون الغدة الدرقية منخفضا يكون لهذا تأثير على مستويات هيرمون السيرتونين الجيد في الدماغ وهو الهيرمون المسؤول عن الشعور بالسعادة والراحة النفسية كما يرتبط القلق بفرط نشاط الغدة الدرقية فعندما تقوم الغدة بإنتاج مستويات مرتفعة من هذا الهيرمون يؤدي ذلك إلى سرعة التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي يزداد الانفعال ويزداد الشعور بالتوتر والقلق في مختلف الأوقات هل تشعر بتغير الشهية وبراعم التذوق؟ إن زيادة الشهية يمكن أن تكون علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية فتسبب الشعور بالجوع طوال الوقت كما أن النشاط الزائد للغدة الدرقية يؤثر على براعم التذوق ويؤدي لصعوبة الشعور بمذاق الأطعمة بصورة طبيعية هل تعاني من قلة التركيز والإدراك؟ يسبب فرط نشاط الغدة الدرقية صعوبة في التركيز وبالتالي تأثيرات على العمل والإنتاج والقدرات العقلية أما قصور الغدة الدرقية فيمكن أن يؤدي إلى النسيان وضباب الدماغ هل تعاني من انخفاض في الرغبة الجنسية؟ إن انخفاض الرغبة الجنسية لدى الرجل أو المرأة يمكن أن يكون نتيجة الطرابات في الغدة الدرقية لماذا؟ إن انخفاض هيرمون الغدة الدرقية يسبب العديد من الآثار الجانبية على الجسم مثل زيادة الوزن وانخفاض الطاقة والشعور بآلام في مختلف مناطق الجسم وكل هذه الأعراب تقلل من القدرة والرغبة الجنسية يؤدي فرط نشاط الغدة الدرقية إلى عدم انتظام ضربات القلب ويجب مراجعة الطبيب إذا تكرر خفقان القلب لأن هذا يمكن أن يؤشر إلى العديد من المشاكل الصحية الأخرى هل تعاني من جفاف في البشرة؟ إن جفاف الجلد والشعور بالحكة يمكن أن يكون أحد أعراض قصور الغدة الدرقية إنها تذهب معنا في كل الاتجاهات وعلى كل المستويات وكما يسميها الدكتور كريم علي إنها الملعونة التي تتدخل في كل شيء من المحتمل أن جفاف البشرة يكون بسبب بطء عملية الأيض نتيجة قلة إنتاج هرمون الغدة الدرقية وبالتالي يقل التعرق وتصبح البشرة جافة وغير رطبة كما يمكن أن يؤثر هذا على الأظافر لتصبح هشة هل تعاني من اضطرابات في الأمعاء؟ إن الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية غالباً ما يشكون من اضطرابات المعدة والأمعاء لماذا؟ ذلك بسبب تعطل إنتاج الهرمونات وبالتالي بطء عمليات الجهاز الهضمي كما يمكن أن يتسبب فرط نشاط الغدة الدرقية في الإصابة بالإسهال أو توتر حركة الأمعاء وبالنسبة للسيدات وخاصة تلك اللواتي يعانين من تغيرات في الدورة الشهرية إن طول فترة الدورة الشهرية وتدفق كميات كبيرة من الدم مع شعور بآلام شديدة يدل على قصور الغدة الدرقية وفي حالة فرط نشاط الغدة الدرقية تكون فترة الدورة أقصر من المعتاد مع تباعد فترات الدورة الشهرية وعدم انتظامها وقد تكون خفيفة للغاية ليس هذا فقط إنها تتدخل في آلام الأطراف والعضلات عند الشعور بوخز أو خدر أو ألم مفاجئ ومن دون تفسير في الذراعين أو الساقين أو القدمين أو اليدين فقد يكون علامة على قصور الغدة الدرقية حيث إن هذا القصور يؤدي إلى تلف الأعصاب بمرور الوقت وبالتالي عدم إرسالها للإشارات من العقل والحبل الشوكي إلى مختلف أجزاء الجسم كما أن ارتفاع ضغط الدم قد يؤشر لفرط نشاط الغدة الدرقية كما أنه يرتبط بانخفاض نشاط الغدة الدرقية ذلك لأن المستويات المنخفضة من هرمون الغدة الدرقية يمكن أن تبطئ نبضات القلب وتحدث تأثيرا على قوة الضخ ومرونة جدار الأوعية الدموية في جسدك انتبه هل تشعر بالبرودة أو الحرارة؟ هناك ارتباط وثيق بين الشعور بالبرودة أو القشعريرة باستمرار وبين قصور نشاط الغدة الدرقية وذلك لأن المستويات المنخفضة من الهرمون تؤدي إلى نقص الطاقة التي تحرقها الخلايا ومع انخفاض الطاقة تقل حرارة الجسم ويصبح مائلا للبرودة كما أن فرط نشاط الغدة الدرقية يضع الخلايا المنتجة للطاقة في حالة زيادة مفرطة ولهذا السبب يشعر الأشخاص المصابون بفرط نشاط الغدة الدرقية أحياناً بالدفء الشديد أو العرق الشديد وكما نلاحظ فإن هذه الغدة تتدخل في كل شيء في أجسادنا ومن المهم أن نتابع هذا الفيديو للنهاية حتى نقدم لكم العديد من النصائح التي يمكن أن تلعب دوراً في الوقاية من الإصابة بأي مشكلة من مشكلات الغدة هل تتخيل أن مشكلة في هذه الغدة قد تؤدي إلى تغيرات في الصوت ومشاكل في الحلق؟ العلاجات الطبيعية أو الأعشاب أو بعض الأنظمة الغذائية الخاصة تهدف إلى إصلاح السبب الجذري لمشكلة الغدة الدرقية حيث تبدأ مشكلات الغدة الدرقية انتبهوا جيداً تبدأ نتيجة لسوء التغذية أو الإجهاد أو المغذيات المفقودة في جسمك إليك الآن بعض الطرق الطبيعية والنصائح الطبية التي تساهم في الوقاية من أمراض الغدة الدرقية وقد تلعب دوراً مهماً في تحقيق العلاج إذا كنت مصاب بأي مشكلة في الغدة المسار العلاجي الأول إضافة أعشاب البحر إلى غذائك تعد أعشاب وخضروات البحر مصدراً طبيعياً لليود الذي يدعم الغدة الدرقية وإن دمج بعض الخضار البحرية في نظامك الغذائي يمكن أن يكون بسيطاً المسار العلاجي الثاني تناول أطعم تحتوي على السيلينيوم السيلينيوم عنصر يلعب دوراً مهماً في إنتاج هرمون الغدة الدرقية وهناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على السيلينيوم مثل لحوم البقر التي تتغذى الأعشاب والتونة والديك الرومي والبندق المسار العلاجي الثالث نظام غذائي خال من السكر السكر والدقيق الأبيض والزيوت المهدرجة والأطعم المصنعة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الالتهاب في الجسم حيث أن السكر يعزز مستوى الطاقة فقط على المدى القصير والتخلص منه يساعدك في تنظيم مستويات الطاقة الخاصة بك ليس من السهل تبني نظام غذاء خالي من السكر لكن الفائد المرجو منه لصالح الغدة الدرقية قد تكون تستحق العناء المسار العلاجي الرابع تناول فيتامين بي 12 تناول بعض الفيتامينات يمكن أن يكون له تأثير على صحة الغدة الدرقية وخاصة تناول فيتامين بي 12 حيث يساعدك على إصلاح بعض الأضرار التي تتسبب بها أمراض الغدة الدرقية حيث يقلل من التعب وهناك العديد من الأطعم الطبيعية التي تحتوي على فيتامين بي 12 ومنها وجبة البازلاء هذه الحبوب الرائعة إنها حبوب السمسم التونة الحليب أو البيض المسار العلاجي الخامس تناول البكتيريا الطبيعية إن الطراب قصور الغدة الدرقية يعمل على حدوث مشاكل في فرط نمو البكتيريا في المعدة مثل الخميرة وإن تناول مكملات الابروبياتيك التي تحتوي على البكتيريا الحية يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة معدتك كما أن الأغذية والمشروبات المخمرة مثل الجبن الخام ولبن الزبادي أو لبن الأكتيفيا تحتوي على هذه البكتيريا الطبيعية المسار العلاجي السادس التقليل من أكل الدهون قلل من الأطعمة المشبعة بالدهون واستبدلها بمجموعة واسعة من الفواكه والخضروات وخاصة الخضار الملونة هذا هو التوت مفيد ورائع في هذه الحالة يمكنك تناول العنب الأحمر حيث يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسادة الصحية المسار العلاجي السابع الوخز بالإبر أو لسع النحل قد يحسن علاج الوخز بالإبر الأعراض المصاحبة لأمراض الغدة الدراقية كما يمكن أن يساعد جسمك على الاستجابة للعلاج المنتظم كما أن لسع النحل يمكن أن يلعب دورا رائعا في هذا الاتجاه ممارسة اليوغا تعد اليوغا من الرياضة التي يفضل ممارستها لمرضى الغدة الدراقية حيث أنها تساعد على الاسترخاء وتساهم في تحسين تدفق الدم إليها